أداب الحديث هي الأداب أو الأخلاق التي يجب أن نرعيها إثناء الكلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أو سببت أدية لنفسي أو للغير إن أزعجت بقصد أو حتى بقصد أي أحد من كبير أو صغير عفواً أنا آسف أعتذر لكم عفواً أنا آسف عذراً منكم كلمات السحرية كلمات السحرية إن أعطيت أدية أو خدمة مهما كانت تبدو غير مرئية لو كانت طئيلة ككلمات شميلة أو شيئاً معتاداً فقيمتها ليست قليلة شكراً شكراً جزيلاً كلمات السحرية أنا آسف كلمات السحرية عذراً منكم كلمات السحرية كلمات السحرية كلمات السحرية كلمات السحرية كلمات السحرية شكراً 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 اجابة صحيحة